خلال هذه الفترة ينمو الشعر والأظافر وتكتمل رئة الجنين ويزداد حركة الجنين في بطن الأم لذلك ينصح الطبيب في هذه الفترة الأم بضرورة تناول الأطعمة التي تضمن توفير المواد الغذائية المهمة للطفل لإكسابه الوزن المناسب وضمان تطوره بشكل صحي ولضمان زيادة وزن الجنين بشكل طبيعي في الشهر التاسع يجب على الحامل أن تحرص على تناول الأطعمة التي توفر الغذاء الذي يحتاجه الجنين خلال نموه فوفقا لجمعية الحمل الأمريكية إن وزن الجنين يزداد كل أسبوع من الشهر التاسع بمقدار 226 جرام تقريبا لذلك لا بد من توفير الغذاء الذي يساعده على مواكبة تطورات هذه الفترة من الحمل من أهم الأطعمة اللبن الرائب إنه يحتوي على البروبيوتيك والكالسيوم والبروتين جميعها عناصر تساعد على إمداد الطفل بالغذاء اللازم وإكسابه الوزن ولزيادة القيمة الغذائية يمكنك إضافة الفاكهة أو الشوفان إلى اللبن ثم تناوله الأسماك هي غنية بالأمجة سلاسة هي مواد مهمة جدا لتطور ونمو دماغ الجنين كما تحتوي الأسماك على بروتين مهم لتطور الجلد والشعر والعضلات لكن يجب الانتباه إلى ضرورة تنظيف الأسماك ثم طهيها بشكل جيد قبل أكلها الأفوكاتو هو مصدر غني بفيتامين سي والفوليت وفيتامين بأستة البيض والدواجن هي مصدر غني بالبروتينات لذلك إنها تساعد على زيادة وزن الجنين فول الصوية يعتبر مصدر غني بالبروتينات ومناسب للنباتيين يحتوي على الحديد والدهون المفيدة والألياف هذا إلى جانب مجموعة من المعادن البروكلي هو من الخضروات الغنية بفيتامين بي والكالسوم والمعادن كما يساعد على إنتاج فيتامين اي في الجسم وفي بداية الشهر التاسع أي في الأسبوع السادس والثلاثون من الحمل يكون وزن الجنين الفان وستمائة جرام تقريبا وبنهاية الشهر التاسع في الأسبوع الأربعين يمكن أن يصل وزن الجنين إلى ثلاثمائة وخمسمائة جرام لكن يمكن أن يولد الجنين بوزن أقل أو أكثر من هذا الوزن دون وجود مخاطر على حياته أو صحته ويجب التوازن في الطعام لأن هذا هو الأساس للحصول على طفل بوزن صحي والحفاظ على وزن الأم الحامل فبالرغم من أهمية تناول الأطعمة الصحية لإمداد الطفل بالغذاء لأنه لا يجوز الإفراط في تناول هذه الأطعمة بل يجب الحرص على تناولها بكميات معتدلة والتوقف عن الأكل عند الشعور بالشبع وتنصح الحامل بعدم تناول الأطعمة المصنعة والمعلبة والحرص على تناول الأطعمة الطازجة وفي حال كانت الحامل تشعر بالتخمة أو التعب عند تناول الطعام في فترات الحمل الأخيرة يجب عليها تقسيم الوجبات من 5 إلى 6 وجبات صغيرة بدلا من وجبة واحدة أو 2 كبيرتين هذا يساعد على تناول الكميات المطلوبة من الطعام بشكل يومي ودون تعب أو إعياء